بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين في هذه المحاضرة بإذن الله تعالى نتكلم عن الحديث الموضوع فنقول إذا كان سبب الطعن في الراوي هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديثه يسمى الموضوع ونقول في تعريف الحديث الموضوع في اللغة هو اسم مفعول من وضع الشيء أي حطه سمي بذلك لانحطاط رتبته أما اصطلاحا فالحديث الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم هذا هو تعريف الحديث الموضوع الحديث الموضوع هو شر الأحاديث الضعيفة وأقبحها وبعض العلماء يعده قسما مستقلا وليس نوعا من أنواع الأحاديث الضعيفة أما بالنسبة لحكم روايته فأجمع العلماء على أنه لا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مع بيان وضعه للحديث الذي رواه الإمام مسلم في مقدمته من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين نتعرف الآن على طرق الوضاعين في صياغة الحديث ولهم في ذلك طريقان الأولى إما أن ينشئ الوضاع الكلام من عنده ثم يضع له إسنادا ويرويه والطريقة الثانية إما أن يأخذ كلاما لبعض الحكماء أو غيرهم ويضع له إسنادا إما أن ينشئ الكلام هو أو يأخذ كلام لبعض الحكماء ويضع له إسناد كيف يعرف الحديث الموضوع؟ يعرف بأمور عدة أولها إقرار الواضع بالوضع كإقرار أبي عصمة نوح بن أبي مريم بأنه وضع حديث فضائل سور القرآن سورة سورة عن ابن عباس رضي الله عنه الأمر الثاني الذي نعرف به الحديث الموضوع ما يتنزل منزلة إقرار الواضع كأن يحدث هذا الواضع عن شيخ فيسأل عن مولده هو فيذكر تاريخا تكون وفاة ذلك الشيخ قبل مولده هو ولا يعرف ذلك الحديث إلا عنده الأمر الثالث قرينة في الراوي في الشخص الراوي مثل أن يكون الراوي رافضيا والحديث في فضائل أهل البيت والأمر الرابع قرينة في المروي مثل كون الحديث ركيك اللفظ أو مخالفا للحس أو مخالفا لصريح القرآن في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى نتكلم عن دواعي الوضع وأصناف الوضعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر